نحن التطوع والتطوع ضربنا للخير تأخذنا لغ الأشواك بسم الله الرحمن الرحيم بحضرتنا بإذن الله أول كلمة اللي حطها عنوان لنا بإذن الله الجودة والسعر هم محورين من العمل المحور الثالث هو الثالث يعني أنا ممكن أعمل حاجة كواليتي عالية جدا وبسعر مناسب بس مش في الوقت التاحة يبدأ برضو تعتبر حاجة فشلة يبدأ الثالث محور اللي هنشغال عندهم بدأ أن كانوا محورين البرايس والكواليتي بقى برايس كواليتي تاين المحور اللي بياخد شكل هن جدا هو محور السبيد سرعة يعني هو للتحاج أن أنت تعمل الحاجة الأول وتعملها أول واحد تعملها أول واحد وتعملها أسرع السبيد سواء تعمل الحاجة طبعا انا بعمل مراجعة سريعة احنا معظم سلايد معظم من البوربونت بتاع المعارضة اخدناه قبل كده في المحاولة اللي فاتت ده جزء بسيط جدا تاع الفايف اس فانا بمر عليه سريعا عشان اللي كان عندي ظروف المحاولاتين اللي احنا عملناهم باكسترنال فممكن يلحقها معارضة ان شاء الله فده اشياء ده انا نصحصح مع بعض الفرق بين الويست والريورك والريجاكشن فرق بين الويست والريورك والريجاكشن والريجاكشن الويست ده الهالك او الفاقد تمام 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 الفتر الريجاكشن كان نطبي ريورك تمام للحاجات المقفوضة خالص تمام واني سفرين تمام ايه تاني يا شباب لسه ريورك ايه تاني يا شباب لسه صحيحن انه عارضة طبعا ما شفتكوش بالي اتبار اسبوعين اهو فبا اذن الله نكون محاضر وانتاع النهارضة ان شاء الله با اذن الله لسه صحيحن انه عارضة الله يبارك فيك اسفات حينت اللي بحسنها اكتر والله طبعا ده بتتعي مع ده جزء اكبر نظر شوية هنبدأ محاضرة نواردة بنزل لنا اندرستان الليان او الليان تفسيرها معناها ايه قلين تمام ايه تاني يا شباب مهندس مستفى ودراهن بقول لنا تقليل الاعتماد على الموارد البشرية في الانتاج هو الليان هنا بنمي قدرات العامل وممكن اتجه للميكانة تمام ده نخلي كل اللي عمليه عنده اوتوميشن تمام عشان اضمن فليكسابل اه تمام نبدأ با اذن الله الليان اجندة بتاعتنا احنا اخذ فكرة عامة عن الليان الليان طول كت طبعا ده فيه فرانك جيلبرد لكل اه مخدرات تاريخية احنا عاوزين نخش في جزء اللين وفيدريك تيلور طبعا الكلام ده انا شرحته المحاضرة اللي فاتت طبعا بداية اللين تبدأ من من تياتش اونو تياتش اونو ده عالم ياباني او مهندس ياباني راجل اعمال ياباني برس طبعا فيه ابلو راجل اسمه فورد فورد ده هو اللي عمل فورد موتور كامباني اسمبل اسيس انت اعتمد على حاجة اسمها حد يفكر يا شباب معنا الماس برو دكشن ايه الماس برو دكشن الماس برو دكشن انت ايج بكلمات كبيرة منه واحد تمام تياتش اونو درس الفورد اسمبل لاين خط التجنيهة بتاع فورد وبعدين بقدر عليه بعد التعديلات وعمل ما يعرف بالتي بي اس او التيوتا برو دكشن سيستم التيوتا برو دكشن سيستم ده نظام بيعتمد على طلب العميل العميل بيطلب المنتج مسلا اعوز كامعة عربية مسلا طلب العميل ده بتحول لطلبات بقى طلب شيرة مسلا طلب شيرة مسلا لمجموعة معينة مسلا من البارتس اللي بتكون عربية تا بتاع مسلا المطور اتنين دي خلاص بيطلوبه قبل تاريخ التسناع بيومين دي فكرة تيوتا برو دكشن سيستم انها بتعتمد على طلب العميل على حاجة اسمها العميل بيطلب للتالبية وبعدين بنفسها ذا ماس برو دكشن باعتمد على ان العميل انا بتاقعاتي للعميل ان هو مسلا يطلب ده في السنة اللي فاتت مسلا الف منتج في السنة اللي قبلها طلب الفين في السنة اللي قبلها طلب اتلاث تلاف بيتوقع بناءة على توقعات حسابية ورويوية بتوقع عن طلب العميل السنية ده حاجة dest psicskpra 1933 qump فابنتج الالف وكمشمات مانو. طرعا في حاجة اسمها الان هو المصنع المسالي. انه عند السابلار هيجيب لي الحاجة في نفسي اول مطلبها يدهاني. خش على تخلص. خش على تخلص. خش على تخلص. خش على تخلص. لحاجات مسلمة ده كله من غير من غير وقت اخير. او وقت انتظار. ده طبعا مصنع يعني مثالي او خالي وده طبعا ما بحصلش. لازم يكون عندي تاني. طبعا او فكرة وصلت للولايات المتحدة الامريكية عن طريق كاتب اسم في كتابه الماكينة لاتبارة العالم. طبعا ان كل الكتاب ده مبادئ التيوتا وازاي ان شركة تيوتا غالبت او تفوقت على المصنعين الامريكيين من السيارات. بسبب اللي اعتماد على المقدة التياتش اونه اللي هو تيوتا بتوكشن سيسلم او البول مانيفاكتشن. طبعا هناخد بعض تعريفات في اللين. اللين. السيستيماتيك ابروتش تو ايدنتفاي اند ايدنتفاي اند ايليمياتين الويست. الويست معناها منان فاليو اياد اكتيفتي. الويست هو اكتيفتي عندي. ما نضيفش قيمة للمنتج اللي عندي او للنظام اللي عندي او السيستيم او المشروع بتاني. هو يعني الويست ده نشاط ملوش اي قيمة. حتى لو حزفتم من المشروع او اللي عندي مش هياثر خالص. طبعا انا بحذف. الويست عشان اعمل. طبعا اللي عندي اعتمد على طلب العنيل. يعني مسلا صناعة مسلا انفعش تعتمد الا علي البول سيستيم. زي مسلا صناعة الطيارات. طبعا صناعة الطيارات دي طبعا او صناعة السفن. دي بتكلف تكلفة كبيرة جدا. تكلف من تكلفة كبيرة جدا. والامل اللي فقا اكتبها جدا. والماكينات طبعا الطيارة بتبقى في السنتر والماكينات حولها بتكلف من تكلفة دمجة جدا. فنفعش مسلا اولا حسن طلب العميل انا بتوقع انه اكدا مسلا مية الطيارة يبقى انا حصلنا على السرد من الطيارة لا. ده العميل بيطلب مسلا انا عاوز خمس طيارات او عشرة طيارات. بناءا عليه بحول مسلا اشتري مواطير واشتري بعدات الطائرة وكل حاجة باشتريه وبعدين بجمح. بعد ما العميل طلبها مني. لان مواية الصناعة دي ما ينفعش ان انا عامل فوركاست. او استخدم فعل ماس بروداكشن. او استخدم فعل بوش سيستيم ده ما ينفعش خالص. لان ده حاجات مكلفة جدا. انما مسلا الصناعة ازع صناعة التكليفات ده امري ما ينفعش اشتغلها بول سيستيم. طبعا ان انتم عارفين ان مثلا الشركات التكييف. بتسمع التكييفات في الشطة عشان تبعها في قطة السيف. لان ما ينفعش انا اجي لك في السيف. قول مثلا العميل عاوز مثلا سبتاشر تكييف. عاوز انهم مثلا بعد اسبوع. ما ينفعش ان تيجوا من النهاردة. فصناعة زي صناعة التكييفات تعلمت على البوش سيستيم. يعني الكاسمر فوركاست. كمان لحد كده يا شباب? انا معالش مسارة على العداء الشغالة لان احنا اخدنا الكلام ده في المح سيسأل فيها. تمام لحد كده? تمام. ما تبقى المحاضرة خمسة انا رفعتها على الجهوب. البوربونت انا رفعت. مشكلة. وكل حاجة باشتريها وبعدين بجمحها. بعد ما العمل طلبها مني. لان نواية الصناعة دي ما ينفعش ان انا عميل فوركاست. او استخدم فعل ماس بروباكشن. او استخدم فعل بوش سيستيم ده ما ينفعش خالص. لان ده حاجات مكلفة جدا. انما مثلا اصنعها ازع صناعة التكييفات ده امري ما ينفعش تغلها بول سيستيم. طبعا ان انتم عارفين ان مثلا الشركات التكييف بتصمع التكييفات في الشتة عشان تبقي حفقة السيف. لان ينفعش مسلا اجي لك في السيف. قول مسلا العميل عاوز مسلا سبتاشر تكييف. عاوز انهم مسلا بعد اسبوع. ما ينفعش ان تجي من النهاردة. فصناعة زي صناعة التكييفات تعلمت على البوش سيستيم. يعني الكاسمر فوركاست. تمام لحد كده يا شباب? انا معالش مسارع على الالاء الشوالي لان احنا اخدنا الكلام ده في المحلقة اللي فاتي. فاي حد عنده اي سؤال يوريت وقفني في اي جزئية مسلا هو عاوز يسأل فيه. تمام لحد كده? تمام. فوقت السيف. لان ينفع مسلا اجي لك في السيف. قول مسلا العميل عاوز مسلا سبتاشر تكييف. عاوز انهم مسلا بعد اسبوع. ما ينفعش ان تجي من النهاردة. فصناعة زي صناعة التكييفيات تعلمت على البوش سيستيم. يعني الكاسمر فوركاست. تمام لحد كده يا شباب? انا معالش مسارع على الالاء الشوالي لان احنا اخدنا الكلام ده في المحلقة اللي فاتي. فاي حد عنده اي سؤال يوريت وقفني في اي جزئية مسلا هو عاوز يسأل فيه. تمام لحد كده? تمام. ما تريد المحضرة خمسة ورفعتها على الجهوب. البوربون انت رفعت. لو مش كان موجود حرفعتها اي عاجزة. اللين التشامبيون. اللين التشامبيون او قائد اللين هو سبجك المتال. زي ما انا مسلا في السيكس سيجما ده هو خبير في السيكس سيجما ده استشيره في كل حاجة وهو ده جد تحت عيني كل المشاريع طبعا اللين فهي برضو اللين التشامبيون ده راجل خبير في اللين في تدريد في اللين ومشاريع اللين وخبير في طريقة التحول انا حول الانتاج اللي عندي لاليها المشاريع. زي ما زي ما زي ما زي ما زصا60 زي ما زي tasks الموضة او الوست. الموضة اللي هو نال value added activity. دي الكلمة اليابانية. الموضة هي الكلمة اليابانية للمعنى الوست. او نال value added activity. طبعا التاج تايم ده البرودكشن تايم دفايت بايتو في كاسمار. بدأ الزمن بعد تاجت طام طبعا. الاشفط 480 مينة. البرودكشة عشرة ممينة. اللانش عشين ممينة. البايف اس طبعا بياخد 2% حشرة من اثنانه 5%. replicates over 220 ممينة. my notes 5 ممينة. الآزار Meteos zero. طبعا عندي 110. ١ٗ٠٠٠٠٢٠ نقطة أنت قالت�يٓ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 99! ٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 통тор كيست نقطة أنفسي الدايست دماز نقطة أنفسي Few when YOU think aboutvia بقسم او وقت الانتاج على معدل الطالب العميل. تمام يا حد كده? في اي حاجة وقفة مع حضراتكم? اشتركوا في القناة تمام لحدي كده يا شباب ولا فا اي مشكلة? الحمد لله كله تمام تمام. نكمل في اللين ديفينيشنز. الفاليو. الفاليو دي. الفاليو او القيمة هي نشاط او اكتيفتي معين مهم جدا لانتاج المنتج وجود. نشاط العمل حدفع في فلوس. الفاليو او دي نشاط بيزود من الماركت فورم التاعي او الماركت شير بتاعي. وبيضيف فانشن او وزيفة للمنتج بتاعي. زي مثلا. ده مثلا موبايل بكاميرا. انا واحدة حدت كاميرا امامية. ده فاليو او. حيزود حصتي في السوق مثلا ان تراح في الليزة جديدة. تاني حاجة حيزود النبعات اللي عنده حيساعد في ردة العملية. النبعات ده نشاط لا بيضيف لي. لا بيزود لي حصتي في السوق ولا العملية ولا بيضيف لي فانشن او وزيفة في الجهاز اللي عندي. البول سيستم ده انفول البول سيستم طبعا بيعتمد على طلب العميل اول ما العمل بيطلب بعمل الانفنتوري اللي عندي بطلب الطلابيات نصلا لنتجمعها للمنتج ده. وطبعا كل الطلابية بتعتمد على الليد طائبة. طبعا البول سيستم هو بتاع الماس بروداكشن او البوش سيستم. البوش سيستم ده بيعتمد على مش اكتر. السلة المانفاكشن ده انتاج خلوي. يعني بيعمل انتاج في سل من اجل زيادة الفلكسابيليت بتاعت الانتاج طبعا هنشوف فصولتها. طبعا في منه اكتر من نوع. في منه وفيه هنشوفهم من خلال مثال. الكمبان سيستم ده طبعا نزام لنعمل خلايا انتاجية موازعة لحسب النوع تمام. حسب النوع ازاي لا فيه الفانيكشنال. الفانيكشنال هي الخلايا اللي من نفس النوع يعني مجموعة فرايز مع بعض قسم الفرايز قسم المخارض كده. انما السل هي مجموعة غير يعني غير متجنسة في النوع. هي مثلا مقرطة في روزة مكشطة مثلا تجليغ. اربع متراتي اربعة عملتهم سل. ده اسم سلار مانيفاكشنين. انما كل حاجة مسلا كل نوعية مع بعض الفرايز لوحدها والمخارض لوحدها. ده اسم مانيفاكشنال مانيفاكشنين او مانيفاكشنال دبارتلين. طبعا السل ده مجموعة غير متجنسة. اي او ابراشنز انتو افلاو لاين مانيفاكشنال دبارتلين. او مجموعة بقى من نفس النوع. طبعا ادي الشكل. المانيفاكشنال دبارتلينت. مثلا قسم الشاكرز لوحده. قسم الناسز لوحده. ده الشكل فيها المانيفاكشنال دبارتلينت. لها كل قسم مختص بحاجة حاجة واحدة. كل قسم مثلا قسم المخارض قسم الترائز. وهكذا. انما السلح المانيفاكشنال مثلا عندك الشاكر بروتش. الهوب. الليس اه. وبعدين سمول ووشهاد وبعدين شيفها. وبعدين اوت كنتينر. يعني مجموعة غير متجنسة من الماكيناء. او الابريشنز العملية. طبعا اه تخيل معايا مصلع. بيهير قسم مستفاكشن ردع عميلة عالي جدا. وشورتر ميت تايم. مفيش اي اه. مفيش اي ميت تايم خالص. مفيش اي وقت تأخير او وقت ان انا بطل منتج على ما يجيني. فانا حاجة هير فلكسابيليتي مرونة عالية جدا. وهير كواليتي جايدة عالية جدا. والوار كوست. اقل تكلفة. وهير انبلو ستسفاكشن. ورضع للعمال اللي عندي في الشركة. اخير المصنع اللي هيبقى عامل ازاي. ايه توقعاتك للمصنع ده. لما مصنع يكون بالكفاءة دي. وبالفكسابيليتي دي وبالكواليتي دي وبالكواليتي دي. ده مصنع هيبقى شكله عامل ازاي. او ردع العميل عنه هيبقى عامل ازاي. او توقعتك للمصنع ده. طبعا مصنع ناجح سفتح تمام. مصنع ناجح جدا. انما العكس. العكس هو الموجود. طبعا انا عندي العميل طبعا في بطاقة تمام. العميل طبعا في ردعه دي روح من داينة جودة المنتج طبعا على حسب داينة المنتج. ثاني حاجة اللي بتاين موجود. في الكسابيليتي في بعض الاحيان اللي كان صعبة جدا او معقدة جدا. الكواليتي اللي انا عندي لسه مظبطهاش في المصنع. الكوستس اللي عندي عندي تكاليف عالية جدا لمنتجات معينة لبرس معينة. ثاني حاجة ردع له على الموظفين اللي عندي في الشركة برضو مش مزبط. عشان كده انا بالجأ الادوات زي سيجما عشان احقق كل ده. طبعا لين سينكينج اول حاجة بعمل ادترمان لاندي كريت الفاليو. ده انا حاجة باستعيد عن البوش سيستم بالبوش سيستم. ده انا حاجة المنيات السيبين ويستس. هنعرف مع بعض السيبين ويستس. طبعا ده الامبورتانس او طبعا لين الويست الويست او الموضة. هنعرف السيبين ويست. طبعا ده اتشيقون وقسمهم. اول حاجة الاوبر بروتكشن. لان انتج انتاج بزيادة. انتج انتاج يزيد عن حاجتي. لان حاجة الاوبر بوستسي. لان عمليات عشان انتج منتج معين وفيه عمليات زيادة. يعني انا ممكن. مثلا عندي سبع عمليات عشان اوصل لمنتج كامل او منتج نهاي. وفي حيث ان انا ممكن في خمس عمليات بس اوصل لنفس المنتج بنفس الكفاءة. ده با اوبر بوستسي عمليات زيادة. الويتنج. عندي ويتنج تاهم علي جدا. المكان اترم واحد مثلا معص مثلا. يخلص مثلا القطع الواحدة في اربع سياني. والمكان اللي بعده مثلا بتخلص الخطع الواحدة في خمس دقائق. يبقى انا هعمل الويتنج كبير جدا. ده يتوالت ويست معانا الويتنج. رابع الويتنج. النقل عندي داخل المصنع. خامس ويست معايا الموشن الحركة نفسها. الحركات اللي عند زيادة مثلا هل بعمل حركات كي كده عشان اوصل لمنتج معين انفنتوري. انفنتوري عندك بعض الاحياني ببعلي جدا. رابع انفنتور ويست. سابع حاجة معايا اواخر حاجة ليد بفكتس. المنتجات المعيدة ببع طبع الويتنج معايا. تماما مهندسة اردان تماما الات ويست او الويتنج رقم 8. هو البيبل سكلز او الويتوليزيشن او الويتوليزيشن او بيبل. تماما. طبعا الويتنج بيركز او بيحلم المشاكل الويت. انما السيكس سيجنا بتركز على الحاجة واحدة برس. ايه هو ده? ويست من السبعة دول. ياريت لو حد بجابه ببقى منتز جدا. السيكس سيجنا بتركز على واست واحد من السبعة ويست دولي. انما بيحل السبعة او بيساعد في حلة ان انا اوصل الابروتش معايا نحل السبعة معايا. السيكس سيجنا بتركز على حاجة واحدة بس او وسط واحد من السبعة. والله يا شباب. مشاركات لو سمعت. رقم سبعة. تمام يا سيد فاتح اللي هو. السيكس سيجنا هي. اه تمام يا سيد مصطفى. وصلت لها الحمد لله. السيكس سيجنا ده من اليمينيشن للدفكتس. بس ايه? يوصل للدفكتس لتلاتة واربعة من عشرة. بي بي ام او او دفكتس برميليون ابرتوانيتي. يبدو السيكس سيجنا بركز على حاجة واحدة او فوكس على حاجة واحدة اللي هي الدفكتس. يوست الوحيد اللي بركز عليه السيكس سيجنا هو الدفكتس. تمام يا بزيو دفكتس تماما. طبعا الوحيد اللي كان تماما له. طبعا تخيل مثلا ان الخط اللي بتاعتي. يجب البراز توسيل. وانت طبعا ويحتمزود في البراز توسيل. طبعا هتجيب ربح كبير بس اللي هيحصل عندك. ان انا منتج بدل ما ده او بمتين جنيه. وانت لقى حاجة او بمتين وخمسين. طبعا انا حكسب بس اللي هيحصل. موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 الانفنتوري. طبعا مفيش طبعا مفيش مصنع في العالم بيشتغل بيورلي بوش سيستم وبيورلي بول سيستم. طبعا انت حاجة اسمها في السابلايتشين السيفتي انفنتوري. انت مسلا هتشتغل بول سيستم مش معنى كده انت مخزون ولا منتج مسلا. وقت ما احتاج تشتري لا ده ما ينفعش. افرض مسلا كان فيه المنتج ده مسلا في السوق ما عرفتش تجيبه فيه اللي بتروف حاصلت فيه معينة حاصلت فانت بتعمل عندك سيفتي انفنتوري من كل اللي بتوخل في الانتاج. وممكن سيفتي انفنتوري كمان من ده مخزون امان مسلا عندي الاجزاء اللي بيجمع بها المنتج ده. فيه مخزون امان مسلا ما قلش مسلا عندي في المخزن عن 200 وخمسين جزء. وكمان مخزون امان من ان انا مسلا عندي مسلا عشر طلاجات مسلا او موت طلاجة ده عندي سيفتي انفنتوري. ما يلش عنهم. ايه في مسلا حصل حصل مسلا في الدماند مسلا دماند زاد مرة واحدة مسلا. وبعدين قل تاني او حصل ظروف طيوب عندي احتياط لكل الظروف دي. الموشن دابل هنري تكون عدد من منولة مزدوجة. تاني حاجة ان المعدات متبعدة عن بعضها. الانها بتاعتها او مقدورة بتاعتها مش واضحة. الديفكتس طبعا ازاي عالج الديفكتس او كوريكتنج الويس ازاي طبعا احنا قلنا في المحضرات قبل كده الانساق. يعني الانساق ده بعد ما يدخل المنتج خط الانتاج وبعدين يطلع خالص دعم الانساق. الانساق يبدأ بالنظام. فمش هو ده اللي يدبى السبب اللي حيادلني الجودة اللي عندي. الانساق لازم ابص مع الانساق برضو مهم ابص على الانساق. لان انا راكب العملية اللي انتهت عملية عملية. مش اعتمد على الانساق بس الفحص بس. الفحص ده عملية من خارج النظام. بعد ما الخطأ بيحصل ممكن اكتشفه بالفحص او مش اكتشفه او بالملكة. بتاع العمليات انا ندقى بالعمليات واحدة واحدة. لحدات ما نوصل ان انا عمل منتج جيد ومش شرط الانساق هم. الوثر تاكشن طبعا تايمينية تباي. ديوس سيتاق تايمز ان اقل في الوقت الوقت المكان اللي عندي. ساكرومايزن بروانيز انتايم بتويني إذا أنا أضبط الكنيات والأوقات بين العملات وبعدها. أضبط اللي أو المخطط اللي عندي. اللي أوت بتاع المسلح. أعمل المطلوب مني دلوقتي بص. يعني أن أنا أعمل تخلي الترانسوبرتيشن والهاندلينج في معظم الأوقات أو على قد ما أقدر. يعني مثلا مش ممكن مش لازم لي الترانسوبرتيشن. المكنات قريبة من بعضها أو الشغل عندي قريبة من بعضها فمش لازم الترانسوبرتيشن. يعني مثلا أحاول أوصل لكده. طبعاً. أنه حاول عمل التوازن بين المكنات وبعدها. سرعة اللي بر اللي عندي أو العامل أو المشغل اللي عندي تكون متوازنة مع سرعة المكنات. والسرعة المكنات وبالسرعة كل مكنات في المنطق يحاول عمل بينهم. عشان مش يحصل عندي تدير. طبعاً في ويتين يبقى فيه بخرة. الانجين تولي طبعاً يردوصت بالشورتنين سيتاپ تايمز أقل سيتاپ تايم. وقال اللي تايم وعمل سنكرونيزن الورك فلو. طبعاً انت درست طبعاً فيها في مهندسين من حضراتكم. خدوا بروما فيرا طبعاً عندك حاجة اسمها. انا مثلاً في حاجات مثلاً فيه مثلاً عند نشاط معين مثلاً. في وقت معين جوه النشاط ده بياخد مثلاً. ياخد مثلاً وقت يعد مثلاً. فبحاول اعمل اوزاه على بقية الايام. في الضمان بعمل تسوية. زي برضو بالزبط ان انا بعمل في البريما فيرا. طبعاً حوطكم عارفها. هنا في صاحب ما حاجاتكم العارفش الليفنينج في البريمهود مرة. طبعاً اكيد فيه كورسات في الاكاديمياتك كلمة لبريمهود زورة. طبعاً الجزء ده حيفيدك. مهندسين ده يعرفوها. طبعاً الجزء ده حيفيدك طبعاً انت من الزيت تعمل الس Angeb. مسلا يعني مسلا بتوزع الوقت على المتواصل. طبعا فيه كورس على طبعا. اتوقع لموهندس احمد سليمان طبعا. فيه بشح بريما فيرا برضو ممكن تفيرك بإذن الله في تخطيط برضو معك. معنا رسول زحمة بنبقان الفني ممكن يهمينا برضو على الكورس بتاع الشغال حالين برضو اكتب حضوركم ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لحضوركم قبل كده سأعمل grabbedation del course d and d و就是 Six sigma ده قلتها اكتر من مقطع تمام البرومادورة لمهندس مقبل الشهزة تمام سهزة نفسي مندي تمام انا عاسم انا قلت لحضوركم قبل كده انا عاوزة اعمل La combination تكامل بالمقرس اعمل table and by знак ال disagree عشان كده قمت بào المحضراتكو المحاطئة اللى فاتت. حضوركم تجهزوا للا واسعة الانشيشن. طبعا الحيارة تشغل المهاردة بإذن الله يا مهندس مصطفى بادران بعد ما نكمل محاضرة المهاردة ان شاء الله. طبعا الموشن ده عمل استادو الموشن فور ايكونومي واند كونسيستنس بحاول اجرس بقى الحركات او التنقلات اللي عندي وحاول اعمل وحاول اه طبعا اول حاول اعمل امدروف زى موشن هنا حاجة انه حاول اعمل مسلا مايكانه خلال مصنعه حاول اقل الموشن قدر الانكان وعمل اتوميشن. البروسيس التامع بعد اسأل نفسي اخده لعمليات عملية عملية هو اسأل نفسي مسلا منتج مسلا زي البرتقام مسلا هو يدخل على الحوض تمام حضر غسيل لأ طب الحاصلة ده مسلا زي سير معين بحط عليه سفات البلتقان عشان توصل الحصيرة طب هل العمل بعد اسأل نفسي عملية عملية بنوصل للعملية اللي هي من اللي هاش بازنا طب ليه طب خلاص العملية تمام مزبوطة طب ليه انا باقسل البلتقان تمام عشان مثلا عشان مثلا ازبط بشكل كويس عشان قبل ما دخله مثلا بجسل بالمطهرات طب ليه مثلا انا بحط الساوزر تاعة الاحجام الصغيرة ينزل الاحجام الصغيرة مثلا ينزلها فارزة قبل ما دخل غسيل المطهرات عشان مثلا الساوزر ده الاحجام الصغيرة بازنا بتدخل مطهرات يتغسل بالمطهرات وبعدين تتجفف وبعدين تتفرز تاني وبعدين تخش الشمع وبعدين تتفرز وبعدين تتجفف وبعدين تتفرز تاني تمام ده كل فلوس عالفاضي لا انا بعمل ساوزر ينزل الاحجام الصغيرة من الاول فارزة. حضراتكم معايا. ده نفس الاحجام الصغيرة من الاول فارزة بدل ما تخداج بكلها. بقى ده مسك العمليات اللي عمدي عملية عملية لحد دات ما اوصل للعملية اللي فيها الدروب. العملية طبعا مش لازمة. يعني مسلا في اكتراح مسلا زي المصنوعي شغال فيه مسلا. صير الاحجام الصغيرة حطه بعد حض الرسيل. طبعا بخسر اه مسلا فيه مية انا بخسرها. وفيه صبون انا بخسر. انا اقترحت عليهم ان انا مسلا اعمل سير الاحجام الصغيرة اعمل سنين احجام صغيرة. سير بعد الحاجة. حصلها قبل ما ادخل حض الرسيل اتبوفرت على نفسها لدي. اي حاجة قبل ما دخل خط الانتاج اصلا ده احجام صغيرة. تاني حاجة حوفرها. يعني مسلا ان يتبسزر التاني التأكيد مش اكتر. حضراتكم تتعلمين الفكرة انا اتكلم عليها ولا انا اسف ان انا بخيب. بحاجة لوصل لحضرات الفكرة طبعا من غير جدا. الفكرة لوصل لحضراتكم. تمام. يعني انا بحاول اه اعدل في النزام اللي عندي واشوف البروسيسز او العمليات اللي ملهاش لازمة. او تعتبر بتعويقنا عن اداء الانتاج مسلا. انا مسلا فيه عملية مسلا لو انا مسلا عصير. طب لي انا اغسل البرتقان مسلا قبل مع صورة. ان كده كده البرتقان ده حيتقشر بماكينات معينة. يبقى الغاسم اللي انا غسلته مالوش اي لازمة. يبقى فيه عمليات معينة بتبقى عندي مالهاش لازمة انا مش واخد بالي. فبعد ما باجرسه معهم البروتشز لكل العمليات اللي عندي. بكتشف ان فيه عمليات زيادة. ترجمة نانسي قنقر الموحن والواتن والا tystones الوبراقشن ونركز على الاسترداء. احترد موسط التشوف الدفوتيجية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر باليогرس والاسترداءة. الموسط التجمه الشيخة وcible تتكلم بمقرحة المساعدة. فيه عمليات كل ملك اللي تزهار لعندي في الوصف. لو انا عم يقولها اكترد لكوازي طبعا بتقلل الوصف. فيه عندي سيفين ادوشنال لوسط المنفقوزين منوكتشن. لانسيين غيرهم. طبعا مفروض عندي مثلا الماكينة مثلا قدت شغلها مثلا لازم افصل عنها باور افصل انرجي طبعا دي الطاقة هادر كبير جدا. تبدأ هادر بلا حدود في الجزات في موضوع باور الانرجي. في حاجة الوست دي هيومنت بوتينشل. الطاقة العمالية اللي عندي مثلا عامل باستخدامه مثلا في حركات او اشياء ما الهاش لازم. انا بقى عدال عامل وبيقل المجهود بتاعه اللي بطائد بتاعها لإين لفايدة. ثاني حاجة الانفيرومنتل دي انا حاول مثلا العلل التلويس الدين. ثاني حاجة اهانس ونعرفه. والن أبرضي. والن أبرضي. والن الأب ابرضي الدزاين والدفارتينينتل التالي الشهر. التفكير القسمي. يعني في حاجات مثلا وست موجودة ان هو فكر في متاسم القسم التياه. يعني مثلا احسني احاول مثلا اخلي القسم التياه مسلا تفكيري نمطي او قسمي. انها محاولش اوصل بالمصنع كله انها بالمصنع كل كباكي. زي انها بالقسم قسم. او العصابية تبقى للأقسام المعينة. اقسام معينة كل واحد مثلا متعصب. مثلا ده قسم ينتاج ده قسم جودة ده متعصب بالجودة ده متعصب الانتاج. كده الاثنين مع بعض مش يعني ثقافة الاقسام دي مش هتماشين او مش هتوصل بالل او تحسين. لازم كله ده ثقافة واحدة. نهوب بالمصنع وحس العامل بولاقة للمصنع. طبعا المعظم الاشياء اللي حدثوا على الصوات الليل بتاعتمد على العامل. كل المعظم الفكر الليل بيعتمد على تطوير العامل نفسه. تحيك الدولة الوحيدة اللي برزت في موضوع الليل هي اليابان. لان ها الدولة جيت اعتبر لتركزها عندهم تلات حاجات. تلات حاجات رئاسية في حياتهم. اول حاجة طبعا بحيء بعض التحية المعروفة بتاعتهم. تاني حاجة. تاني كلمة عندهم بحايل. تاني كلمة الكرايزين. كرايزين معناها تحسين مستمر. انما بحسن باستمرار. اليابانيين عندهم تلات حاجات. اول حاجة من السلام. تاني حاجة لاتسامة. تلات حاجة كلمة كرايزين او تحسين المستمر. وده سبب ان هم نهضوا ووصلوا لاعلى الدرجات في العلم وتكنولوجيا. طبعا انا عندي. طبعا انا عندي سنوبة. انا عندي في مستمرار ال نرات والتحكمة العمل الي عندي. في سنوبة مارة مستمراريزة. ائة حاجة لتطبق الناس مستمرار. توبا ما عندي انا عندي انا عندي تقنية اشتركوا في القناة 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 إنه سهلة الرؤية ثاني حاجة سهلة الحصول عليها ثلاث حاجة سهلة إننا رجحها مكانها يبقى أول حاجة سهلة النظر إليها ثاني حاجة سهلة إننا خذها أو استخدمها ثلاث حاجة سهلة إننا رجحها مكانها تمام مفروم لحدك يا شباب ثلاث الشاين إننا بعمل كوندكت كلينينج أب تو آيدنتفايل أب نورناليكيز إننا بزبط الوضع اللي عندي بحاول أندى في المكان اللي عندي وأزبط كل البرسس اللي عندي بحيث إننا المنتجات اللي عندي هادر كبير جدا دي سبنا حاولنا نمطية للشغل اللي عندي ووضح كل الاختفرز اللي عندي اللي قمنا له وعمل لها دورات تدريبية طبعا وحاول اخلي الكلام اللي انا وضحه وعمل لها تنمية كل البرسس اللي عندي. سيستين طبعا بحافظة على انا وصلتوني. طبعا اخر حاجة السيفتي الاندفاع عندي الاندفاع عندي الاندفاع عندي الاندفاع عندي انا بحاول عشيء اعرف اول حاجة اعرف واعمل تقليل من الحاجات الخطرة اول حاجات اول حاجات اللي بتوصل لها انت من الاندفاع عندي. الحاجات اللي بتعمل لخطر. طبعا ده شكل اول حاجة شكل العليميديا الان كورت كل الادوات متلخبطة على بعضها. طبعا اتشار للعشمال طبعا ده الخورت او الحاجات المتنظرة في مكاني. المستيك دروفنج او البوكة او. 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 او البوكة 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 او البوك اهلاً. بعمل a-limination eliminate. طبعاً. اوّل حاجة بعمل mitigation, minimise the effect. ثاني حاجة بعمل detection detect the errors as the affected source. بعمل facilitation make work simple. ثاني حاجة بعمل replacement substitute a more reliable process. اخر حاجة بعمل elimination eliminate the possibility of errors. بأول حاجة بعمل بقلل التأثير. ثاني حاجة بعمل بحاول اتعرف على المصدر اللي عندي. ثاني حاجة بعمل بحاول اخلي الشغل اللي عندي سهل ان انا اقديه. ثلاث حاجة بعمل بحاول اوصل العملات تكون من منطقية قبل الان كان او ريليا بالقبل الان كان. اخر حاجة بعمل الانيوميناشن. يبقى الخطوة طبعا بقدق من جود لبتر لبست. طبعا حصل الصحيح. افضل ان اضافي. اضافي الاحتمال الانيوميناشن. افضل ان انا بعمل بطبيقات التمييزية بتاعت اللين حناخدها بإذن الله مع السيكس سيجما بإذن الله كل بتاعت اللين المانفاكتشن هنطبقها بإذن الله وإحنا شغالين في كورس سيكس سيجما في ورية لو أي حد عنده سؤال في محاضرة النهاردة ورية تفضل يقول بإذن الله أي حد عنده أي سؤال في محاضرة النهاردة يا شباب الله يجزيك كل الخير يا سيساني الله يجزيك كل الخير يا مهندسة طبعا لسي زحمة تخريب بقول نحتاج حدادة تعطين عمثلة على مهندسين مدلسة مردنا تمام الله سيما تمام إحنا ممكن بإذن الله طبعا كنت تجرحت على حضراتكم الفكرة بإحنا نقسم حوالك وجروبات في ورية كل واحد في إذن الله يكتب لي طبيعة طبيعة الشغل اللي هو شغالي هل هو شغل إنشاءات ولا شغل مسلا ميكانيكا أو كده عشان بإذن الله كل مسلا مجموعة متشابهة في الشغل مسلا كلهم مسلا شغلهم إنشاءات حد جروب واحد مسلا والتفقوا مسلا مع بعض ايه اسهل ما كان يجيبوا منه الباتا ويعملوا مسلا مشروع واحد عشان نقدمه في الآخر ان شاء الله في ورية حضراتكم حتى بقسمع حضراتكم طبعا كل واحد حضرات يكتب لي تخصصه ايه اللي هو شغال في ايه بإذن الله عشان عشان احاول أقسمكم الجروبات وبإذن الله كل جروب منه حيباله جروب على الفيسبوك إن شاء الله يتواصل مع بعض التنادل الجاتة خلاله طبعا مش هيكون على الجروب ده حد اللي أنا نسلا معاكم طبعا ده حيباله جروب خاص بكل فريق عمل مش فيه فريق عمل وحد يدخل كل الفرق في بعضها طبعا حيكوب لكل بإذن الله لا طبعا أنا عبد بفقيلة لله طبعا كل حداتكم أنا بشوف الادعات من حياتكم إن شاء الله وكلنا بنتعلم من بعض ومهندسة فريهان بتقول صناعات مسيجية هندسة كنيائية تمام سيد مصطفى بدران مدني إن شاء الله تمام سيد رابع فودة مدني إن شاء الله مدني phrase وبتأنا سيد سامر بقول مقاولات بكهربا سيد عبد العبيد ن ξأ؟ محش بش 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 بـ مدني ومراحب التكاليف السيدة عبد الرحيم إن شاءات بسا في حد عشانات ما قالش التخصص بتاعه كده معايا ست مهندسين سؤال أنا عمدس معايا ولكن المزيل العمل اللي عندي هو مشتريات حدك أنا عمدسة اصناعية أبداً بذلك عمدسة اصناعية طبعاً عمدسة اصناعية وعديك شغال المزيل العمل اللي عنديك في الواقع مشتريات كمي بحاجة تكلف موضوع إن شاء الله السيد محمد عطير اتصالات وشبكة كده تها 7 أشخاص تمانية السيد فتحي ميكانيكا عزل حراري لمواسير وتنكيات لمواسير وتنكيات البتروح تمام السيد محمد طبعاً ده مشتريات وعندسة اصناعية مشتريات مش مشكلة حقيقة المجال دهاتة عند مثل السيد سيجما أو ليه السيد سيجما بتطبق في السيد محمد بتطبق في كل المجالات مش شرط يعني احنا عربنا نومك لطبق في مجال الـ IT يعني نسل عندك موقع زي أمازون مثلا نطبق السيد سيجما عنده مثلا نسبة احنا عربنا بكتير احنا عربنا بحاجة معانا ومش ألاقيها ده نسبة 3-4 من 10 دفت كبرميني الأمورتيني وهو شركة اي تي مش أكتر عندك شركة متورولا هي أساس أصلا من السيج سيجما شركة ديزاين لموبايلات وفيها مثلا نزام شركات برضو وحاجة يصبرت معين فمش شرط ان هتبق السيج سيجما في النجالات الهندسية فقط ألا يزيد كل خير يا سيد محمد لسه في حد تانية يا جماعة كده أنا معي تسعة مهندسين معي أعدوا محباتك وعشان لو حد مثلا أنا نسيت أكتب التخصص بتاهم المهندسة فريهان صناعاتنا سيجيئة مهندسة كيميائية السيد مصطفى بدران مدني إنشاءات السيد زرودة فودة مدني إنشاءات السيد سامر مقاولات كهرباء مقاولات كهرباء سيد سامر مقاولات مدنية ولا مجال شغلك هندسة كهربية سيد سامر يريد اهد عني المقاولات يعني شغل مدني ولا هندسة كهربية تمام هندسة كهربية تمام تمام سيد أحمد خليل مدني تخطوط ومراقبة تكاليف سيد عبد الرحيم إنشاءات سيد محمد عبد الرحيم السلاة والشركات سيد فاتحي ميكانيكا وعزل حرارة المواسر وتانيكات البترول السيد محمد هندسة صناعية شغال في مشتريات طبعا كده هنماء السيد حسن رقم 10 السيد حسن السيد حسن محمد كهرباء سيوانة وتشغيل سناد طبعا انا عنده السيد مستفى بدران مدني إنشاءات والسيد ردا فودا مدني إنشاءات والسيد أحمد خليل مدني إنشاءات وعند السيد عبد الرحمن إنشاءات برضو بدأ عندي كده أربع مهندس المهندس مستفى بدران والمهندس ردا فودا والمهندس أحمد خليل والمهندس عبد الرحمن ده بإذن الله ممكن نأسنه من جروبين موافقين يا جماعة المهندسين اللي قلت أسمعهم السيد مستفى بدران والأستاذ سامر والأستاذ ردا فودا والمهندس ردا فودا والمهندس أحمد خليل والمهندس عبد الرحمن تمام حاوزين مثلا المهندس مستفى بدران حيتواصل مع المهندس أحمد خليل ويعملوا مشروع تمام عندنا المهندس مستفى المهندس مستفى بدران والمهندس أحمد خليل تمام بإذن الله أنا هعمل بإذن الله جروب ليكوا على الفيسبوك إن شاء الله أول جروب حيبى المهندس مستفى بدران والمهندس أحمد خليل حيتواصلوا مع بعض إن شاء الله وطبعا من شغلهم حيبوا مع بعض إما مثلا المستفى بدران كل شغلهم يبقى على مثلا المصنع او الموقع بتاع المهندس احمد خليل او العكس طبعا انت هتزبطوا شغلته ثاني حاجة حيب المهندس احمد مهندس عبر رحمان مع المهندس ردة فود مهندس عبدالرحمان مع المهندس ردة فود ان شاء الله ده عندنا كده عندنا المهندسة فريهان هندسة كنوعية وعندنا المهندس سامر هندسة كهربية وستيز محمد عديد صلاة شبكات وستيز فتح وعزل ميكانيكا وعزل حراري وستواز حسن كهرباء طبعا تماما المهندس سامر والمهندس حسن محمد طبعا هاملو مشروع واحد استيز فاتحي بقول اي ممكن اكون عن انشاءات تماما خلاص استيز فاتحي انت حبيبك ممكن تدخل مع جروب المهندس عبدالرحمان والمهندس ردة فودة استيز فاتحي تماما بازن الله يعني احنا عندنا استيز سامر والاستيز حسن محمد طبعا دولي في جروب واحد طبعا نحاولك جروبات في الاخر كده باقي عندنا السيز محمد هندسة صناعية مشتريات والمهندسة فريهان طبعا ما فيش حد موجود هندسة كيميائية ولا حد مشتريات ممكن حضرتكو كل واحد المهندسة فريهان ممكن حضرتك شغلك مدنة ولا شغلك هندسة كيميائية بالتحديد مهندسة فريهان ترد علينا شغلك حضرتك هندسة كيميائية ولا مدنة طبعا وشغالة في شركة نسيج مهندسة كيميائية ولا مدنة طبعا دلوقتي اعتبر في جروب واحدة لان ما فيش حد معانا هندسة كيميائية في المشتريات وبإذن الله ممكن ينضم حد إلينا في الكوزة الله هندسة كيميائية ومشترياته واتقل معاهم في جروب ان شاء الله تبقى الجروبات اللي عندي اول جروب والسيز مصطفى باجران والسيز احمد خليل ثاني جروب لسيز عبد الرحمن والسيز فتح والسيز ردة فوضة ثلاث جروب لسيز سامر والسيز حسن محمد رابع جروب المهندسة فريهان خامس جروب لسيز محمد شكرا اشاك سأسمية يا جماعة انا طبعا انا بحاول ساء طبعا واستان امتم تبدأ اجرد عمل ان شاء الله الله ربا مسلا ينحضرين في الكورسي ده يكونوا مستفادوا من عمل الجماعة. حد عنده اي اعتراض على تقسيم لان انا اسمتها. ياريت مسلا المهندسين يا انت اسمهم في الجروبات دي كلها. ياريت مسلا ان الموافق يكتب لي واحد. انا عندي مسلا. عندي عشر مهندسين معايا. اي حد عنده اي اعتراض يا بيت يقولي يا جماعة. سيد بلسك معطى عندي. انا بقى سيد اي حد عنده اعتراض عن التقسيم لان انا اسمتها لطرق العمل. ياريت يقولي. سيد محمد عطيق لم اسمع اسمي. طبعا يا سيد محمد عطيق اتصالات وشبكات. طبعا يا سيد محمد عطيق حضرتك كمهندس كهرباء. طبعا احنا عندنا الاتسالات ده جزء من كهندسك كهرباء. زعب رحيما اول مواحدة الكورس تمام. طب حضرتك ممكن تتابع المحاضرات اللي فاتت بازم الله. واتتابع معانا ان شاء الله. ولو فاتتك اي حاجة انا مع حضرتك ان شاء الله. انا بسأل سيد محمد عطيق حضرتك اتصالات ولا هندسك كهرباء في الاساس. انا عندنا اتصالات جزء من هندسك كهرباء. اتصالات وشبكات حسوب وعمل في نجال التعليم تمام. طبعا حضرتك مصدس محمد عطيق تمام. تمام حضرتك في جروب. حول الجروبات تاني. مصدس مصطفى المهندسة تاريهان جروب رقم اربعة. السيد محمد جروب رقم خمسة. السيد محمد عطيق جروب رقم ستة. تمام? كده كله تمام اشراف. حد لسه. حد لسه. حد عندي اي سؤال في التقسيم انا استمتعه. حد عندي اي اعتراض. الاستاذ سيد. يا سيد سيد حضرتك مش ملكني اسم حضرتك او التخصص بتاع حضرتك. جريد تقول وانا ممكن اعسل محضرتك مع الجروبات الاشتراهنة. تفنية معلومات. يعني تابع وردتكم تابع للتصالات. خلاص. الاستاذ سيد مع الاستاذ محمد عطيق. الاستاذ سيد مع الاستاذ محمد عطيق. تمام. اذا كده عندي ست جروباتي ان شاء الله. بوزن انا حكت بوزت على جروب بتاع السيكس سيجنة. طبعا حضراتكم ان مش عارف الاستاذ بتاعة الفيس لكل المهندسين اللي انا عسمتهم. هعمل بازن الله بوزت وحضراتكم كل واحد يعلق والتخصص بتاعه. وبناء انا على جارة ان انا كتبتها بازن الله هعمل لكل فريق اعمل. جروب على الفيس بازن الله يتواصل مع بعضه. والشغل هيكله عدة مكلوب من الجروب ككل. يعني مثلا اي تأثير مش هيحسب افراد هيحسب الجروب ككل. طبعا حضراتكم الترفق من بعض ان شاء الله وباذن الله انا نفس التليمة شغل كويس جدا ان شاء الله وباذن الله انا نفس الكورس ده بقرس أتفاعولي باذن الله يعني حضراتكم استفادوا المهم لحضراتكم استفادوا وش مهم من الكورس مثلا يتعامل او عدد المحاضرات. المهم ان احنا نطلع باستفادة ولو بسيطة ان شاء الله. با اذن الله. اتفضل يا سيد مستانة واجران. عادتني ان تقول اي رأيي عندي حديدك ان شاء الله. ممكن نزيد عدد كل جروبات علشان الاستفادة من العمل الجماعيتي بقى افضل تمام. لسا انا عندي عدد محدد باستفادة اللي عندي مسجلين معايا لحدد دلوقتي عشر افراد. او عشر مهندسين دي. طبعا عندي انا محكم بالتخصصات. انا محكم بتخصصات معينة. مش انت ادخل مسلا مهندس مدني مع مهندس كهربا. فانا محكم اللي حاكمني التخصصات. فانا هنفتي مسلا لو عندي اشي مهندس عادة ممكن ازود عدد الجروبات. بس يعتبر اكتر جروب الجروب اللي فيه المهندس عبر احنا المهندس فاتح المهندس رباكودة. طبعا كل ما الجروب عدد ذات تمام. طبعا حيكون فيه شغل شغل مباعث مطلوب منه. فالجروب اللي فيه فردين او جروب اللي فيه فرد واحد برضه حيبقى مطلوبين من الشغل يعني مش مش هنزلم بعد في الشغل ان شاء الله. يعني الجروب اللي مطلوب فيه فرد واحد طبعا هيبقى مطلوب منه شغل واحد. تمام? بازن الله شباب. بازن الله شباب فيه بازن الله اللي اربع لفرد ان شاء الله حيبقى فيه حب. بازن الله الاربع لفرد ان شاء الله يا شباب بازن الله. انا انا حيبقى فيه كورس جديد بازن الله في الاكاديمية بازن الله. اسمه استكستيكال كواريت كنترول. بط الجرد الاحصان. طبعا الكورس ده كل بالانجليش. الكورس ده فيه يعني فيه حاجة مسلا جديدة جدا المعمولة في الاكاديمية. ان الكورس ده بازن الله كل المايكراف بتاعة الحضور هتبقى مفتوحة. والكورس عبارة عن كورس حواري بين القرق وبين المهندسين اللي معايا. طبعا قبل كل طبعا سيد مستفى بدنا نحضر معايا سيشان على اسكايب قبل كده. كان في نفس الكورس برضو. بس طبعا مغيرنا الفكرة بدلا نتبق على اسكايب. فخلناها بازن الله على الاكاديمية الدارية ان شاء الله. طبعا المايكراف اللي هتبقى مفتوحة طبعا واحد بكل صحواري. لما حضراتكو تحضروا شابتر معايا من شابتر ده بنتناقش فيه بنتكلم فيه طبعا في باردونت وطبعا بنتناقش فيه طول المحاضرة اللي بعد كده. تمام? طبعا بإذن الله يا ركوة مهندسين تشابفوني ان شاء الله. وربنا وفقنا ان شاء الله وريد تبقى فيه استفادة اهم حاجة من حوالكم استفادوا ان شاء الله. بإذن الله. طبعا بإذن الله انا كنا وعدنا مهندس بسلاحة بادرة ان شاء الله. مهندس بسلاحة بادرة وعدنا ان هو هيقدم شغل النهار ده. اسم الكتاب حضراتك انا لا فاعد جروه ان شاء الله. هادف حضراتكو على جروب الكورس الجديد ان شاء الله. واي حاجة بإذن الله ابلغها الحاجة لك. ما في اي تعديل في المعادة او في اي حاجة. بس بإذن الله الاربعاء ساعة ثمانية ان شاء الله. الاربعاء الخادمة ساعة ثمانية ان شاء الله. ان شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. طبعا ده جروب الكورس الجديد وده جروب الكورس سيف سيجنة. احنا احطيكم جروب الكورس الجديد ان شاء الله. انا حطيتكم. بإذن الله يوريكو السيد احمد. يوريكو السيد احمد من دعم الفني مع حضراتنا. مسيد احمد سامير يوريكو حضراتك تفتح المايكة عند رسوم صفا بدران بإذن الله. شكرا لكم. ونبدأ على بركة الملجة تشارتر ان شاء الله. شكرا لكم. 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 شكرا للمشاهدة 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 اه وفي مباني طبعا عشان فيه اجزاء مكان الداخل المستودع ده. اه فاول عندنا اللي هو صبب خرصانة مسلحة بتاع السابستركشور. ايو كان جملون ستيل. ايو شوزها. اه تاني اللي هو اه توصيل وتركيب المبنى المعدني. اه تاني حاجة. اه اعمال الالكتروميكانيكية. اعمال او البداني او بودران. خامس حاجة ان هي التشترات الداخلية والثارجية في المبنى. احنا الواقع. اشترات التشتراتات عشان الشرقية. الخامس سالهم هذه المترجمه لديه قطعة مقارنة من 4.500 ميطرة ستكون مقارنة وحيزة بممجرد وحيزة المترجمه لديه قطعة ممجرد هذا المترجمه لديه قطعة ممجرد المشروع مشروع ده لإنشاء مبنى مستودع في شركة سابتكس في مدينة دابلياد والمشروع ده مساحته 4500 متر مربع تتبطى بالمبنى المعدني والشيتينج المستودع ده بيحتوي على تحت مكاتب حوالي 100 متر المساحة المكاتب ده هيبقى فيها مطبخ وحمامات والمشروع ده المخروض يتنفس في 12 شهر من سطاب شعارة تأسي المشروع المشروع المخروض هيتكلف البرجيس مليون و 300 الف ريان الانشاء ريسكس على السبب درستهش فالو بي ام مبيل فمعرفتش بحق الانشاء ريسكس في البروجيكت الحكومي احنا عندنا المشروع المخروض هيتنفس في 12 شهر بدءا من 1 مارس 2014 انتهاء ب 32 2015 2015. اه ارتبت تابعا للبدايات والنهايات بتاعة العنشقة اللي المفروض هتبقى في البروجيكت ستارت واحد مارس 2014 في موبيليزاشن واركس هتاخد شهر من واحد مارس لواحد ابريل وفي ارت واركس اعمال ترابية من واحد ابريل لعشرة يونيو والخرصانة بتاعة اللي هي الاواعى المرهاب العنشقة من خمسة وعشرين ابريل لخمستاشر اه خمسة طبعا الاعمال الترابية مش بتخلص قبل اه قبل صبر خرصانة لشان احنا المفروض نبتدينا الاعمال الترابية يوم واحد ابريل هتخلص الحفر هينتهي في اشرين يوم فهنبتدي صبر خرصانة بخمسة وعشرين اربع المفروض الاعمال الخرصانية والوتر بروفينج فور اندر جراوند كونكريت اللي اتنين دول المفروض هينتهوا قبل الفينيشنج اف ايث وارك علشان بعد ما بنصب الخرصانة المسلحة وبنعزلها المفروض بنردب حواليها وبالتالي بتبدأ انكلود الكونكريت وارك والوتر بروفينج اللي بعد ما بنخلص عزل خمسة وعشرين خمسة المفروض الايرت وارك بيقفاضل عليها خمسة عشر يوم اللي هم بدوا اعمالها بعد ما حوالين الاساسات فالمفروض الايرت وقتها تنتهي في عشرة سبتة الفين وارتعاشر بعد الايرت وقت ما تنتهي المفروض في الاركشن اف ستيل استراكشور اللي ستارك بتاعها هيبقى في احداشر سبتة والفينيش هيبقى في عشرة سبتة بعد بعد ما تقتيب المبنى المعدني ينتهي المفروض في بلوك وات للاوفيس اريا والاراون عند المحيط بتاع المبنى والافيس اريا دي المفروض الفداشر سبعة لعشرين تمانية وبعد كده عندنا مفروض من واحد وعشرين تمانية الى ثلاثين عشرة طبعا هي المفروض بتبتدي بعد انتهاء المباني الميكانيكا الورد والالكتريكا الورد وبيخلصوا المفروض بعد انتهاء التشتباط في اجزاء من الاعمال اللي هي والاعمال الكهربية الاخروض بيمتعو او بنركبهم في المبنى بعد ما بتخلص تشتيب النظر علشان كده احنا شوفنا ان ان انتهى يوم تلاتين يوم تلاتين عشرة اه في عندنا بعد التعجيب المبنى وتشتيبه في عندنا اعمال موقع عام اللي هي ربط خدمات ربط الخدمات اللي في الموقع بخدمات المبنى زي شبكة الكهرباء وشبكة المية وشبكة الصف الصحي واذا كان فيه اللي هي التليفونات والداتا ولو فيه جامعات مربة والكلام ده كله بيبقى عندنا دي المفؤول اداخد شهرين من واحد حداشر الفين واربعتاشر لواحد يناني الفين وقمستاشر بعد ما بتخلص الربط وبنعمل وبنلغط خدمات المبنى بالمرافق بتاعة بالمرافق المحيطة دي بيبقى عندنا فيه حوالين المبنى ده المفروض من اتنين يناير لاثنين فبراير الفين وخمستاشر وبعد اللاند اسكيب انا حطيت اللي هي مرحلة الاختبارات وتحديد مدى قبول الاعمال من تلاتة اتنين الى اتنين وعشرين اتنين الفين وقمستاشر وممكن تبتدي بعد انتهاء الاعمال الكهربية والمغانيكية مباشرة بس انا ايه حطيتها هنا بعد بعد انتهاء كافة الاعمال وبعد انتهاء اعمال للغط وبعد انتهاء كل الاعمال حطيت من تلاتة اتنين لتلاتة وعشرين اتنين بعد كده فيه اللي هي اعمال اخلاق البوقع المكاتب المواققة ولو في اصفار مواققة وعلي كزا ده كله انا حطيته من تلاتة وعشرين اتنين الى تلاتين اتنين الفين وقمستاشر وبكده يبقى المشروع اتنسز عودنا في السنة اللي متحددة في البروجيكت بعد كده عندنا البروجيكت اوبجيكتب والسكساسي الحقيقة انا حطيت الكاستمر اللي هو الجانب المانجر او سابتكس هو البروجيكتب وكنت عايز اشيري المهندس انا في الموضوع ده هل يمفع ولا لازم يبقى الاستشاري هو البروجيكتب للاعمال التايم اه اه اتناشة شهر اه اه السكساسي كريتيريا يكون وعن مارش اه الفين وهمستاشر الكاست مليون وقمسمائة الف ريال سعودي السكساسي كريتيريا ويزر بلاصة ومينس البرسنت الكواليتي اه عندنا في الاوبجيكتب عندنا في الكواليتي كوكريت جريت تيل جريت وريبار جريت السي اميون الكوكريت جريت هي الاجهاد الخرصانة اللي المفروض نتحرك اه في وصائف المشروع والستيل جريت واضح درجة الااااا الاستيل المستخدام في الاستيل اللي هو الاجهات بتاع المستخدمة الخرصانة اللي هو المستخدمة المجانية. وهكذا عندنا حاجات كتيرة في الاعمال الكهربية والمثالية زي المواسير مثلا وزي الكابلات بتاع الكهربة والكلام ده كله. ودي كل حاجة من الحاجات دي مقبول في الـ project specification ليه ها حضونا التبول ورافط بتاعتكم باند من دون. الـ others هذا صراح ما خطوش حاجة اللي كانوا موجودين والمستخدم والك وصل لحضراتكم لحد فين طيب الـ الكلام اللي انا وصلت. اصنية تقصر عندي انا مش عارف. لان اخذ حاجة كانت ايه. وصلتكم ليه. اوكي تماما. تماما ايه. اوكي تماما ايه. ولا في اللي بعد. المطلوب كان يتحط بها تاعت الـ project manager و الـ sponsor. والتواريخ بتاع التوقيع الـ project in charter. وهو ده اللي انا عملته في الـ project in charter. اتمنى ان انا تطلقوا. ايه. ايه. انا عملته كويس في ان شاء الله. ايه. 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 انا عند حضراتكم. في الـ ايه. انا عملته في الـ اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة عايز ينهي مشروع في وقته وجودة العمل. او التوقع له وتزويد الموارد للمشروع لانهاء وقته. ويتوقع واشهور الوالدين. يتوقع ان يحصل اللي هو ده لعمل مستقل علشان يأكد على جودة العمل. دقيقة واحدة قريصة. ماذا؟ التأثير مايجور الكلاسيفيكيشن بوزتين تاني معنا اللي هو سبونسور. مستر توني على ابيجان. بوزيشن جنرال مانيجر. اف كي بي اس فور كونسراكشن. وعول سبونسور. حطيت الاميل بتاعه. اه. متطلباته. اللي هي الفواتير الشهرية او المستخلصة. السبلاير سيكوتيشن. اعوض الواردين. اللي اعوض المالية طبعا. المايل ستون لست. اللي هو اللي استة المايل ستونز بتاعت المشروع. والبروجيكت بريك داون اللي هي الدفعة المقدمة. للتنفيذ اللي هي المفهوض المعاوض بياخده من المالك. في بداية المشروع. الاكسبيكتيشن. السبونسور متوقع انه مش هيقدم جولد بليت اي اعمال اضاطية للمالك. اه ده دي اول حاجة. اه خارج الخارج يعني. ده. ثاني حاجة. ان المشتريات هتم بتاعت المشروع. اه بتاعت مواد المشروع هتمشي زي بيها. اه. اه. والتالي توقيشن. اف وارد. يعني تنفيذ الاعمال هيمشي كانت زي ما هم بتوقع. في. رقم اربع. السبلاير. كونتراكتس. بي اصيند. از ايرلي از بوسيبل. ويتوقع ان العقول بداية المؤربين. هيتم توقعها. اه. اه. از ايرلي از بوسيبل. التلوينس مايجور والكلاسفكيشن التوزيب. تالت ستيك روندر عندنا. البروجيكت مانيجر. اه. انجينيير اماد فارس. برويجكت مانيجر. اد كي دي اس. السباكتس four construction. والبوسيشن بتاع ο project manager. الرول project manager. اه. الربوائيارمنت. حاجة. الاسكتل بلان. تاني حاجة. البروجيكتين. السايمتس. تالت حاجة. حاجة. الوائكت لاني. ورابع حاجة. سيتمس. المنباور. هستو جرام. اكتب بي ريسورس استميق. تمامية اكتب بي لست تسعة. طبعا الحاجات كلها يعني اغلبني عارفها ودي المفهودة تحط في مرحلة البلانينج. اغلب البنود دي. تخطيط تحت البرنامج الزمن المداري. البروجيكتيم السايمينز اللي هو الاسايمينز بتاعة البروجيكتيم. الخطط الجودة وخطط السلامة. المام باور الاستو جرام. اللي هو طبع الاعمالة في الموقع تبعا لزمن البلانك وخطط يعني الاكتب تي ريسورس استميق. آآ الخطة المشتريات والاكتابيتي لست وميلستون لستة الأنشطة والبنود الأعمال وميلستون لستة الميلستون المستخلصات الشهرية هتكون كما هو مخطط له المستخلصات الشهرية هتكون كما هو مخطط له برضو اللي توصيل النوارد للمشروع هيكون كما هو مخطط له جوجة العمل هتحقق متطلبات العميل وخطط المشتريات هيتم اتلاع حول انفزها على بريد قسم المشتريات في الشهر طبعا بأسيره تالت جوناثان هو ده سيد الانجينير يرجو سيد الانجينير ولا الاميل بيباعه متطلبات المشروع سكيل بلان نمبر دو قواليتي بلان نمبر ثري سيكتي بلان نمبر فور مانباو استغرام اكتبتي رسوفس استمت سكس اكتبتي لست سبن اك ميلستون لست ايد سالري اه الاكسيبكتيشن ده محندس مدني المفروض في مشروع يترقع ان العمل اكسيكيوشن اف وارك اس بير بلان العمل هيتم تأتيز وكما هو مخطط له وحيترقع ان توصيل المشروع هيكون كما هو مخطط له وان وان جودة العمل جودة العمل جودة العمل كما يعني وان المشروع 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 و المشروع المشروع في عندنا رابع او خامس استيكروضر ادوارد الاكترو ميكانيك انجينير والمشروع ادوارد المشروع الاكترو ميكانيك لشركة الاولاد ادوارد 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 السابل انجينير الاكسيكيوشن افواق ازبارد والاكواليك ادوارد 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 ابيل ادوار ادوارد 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 بصنيع وتركيب المنشأة المعدنية. والسفتي بلان علشان هيبقى فيه جزء من شغلة المشروع. فلايزم اياخر السفتي بلان عشان هيبطلع عليها الوزمان بالمياه. هنبدأ. هو الثابتي لست. والميل سترون لست برضو علشان يعرف كيف انت تبع الامران بالزمن المقدرة. والخدود ميل صورة الصورة. البعض هنبدأ.ikal عدو النصر قوت الخاوض بها الرق활. بنتجج ن covid drag. ال violating that list of activities. LEFTodi ايكا ن Adriana. اي انت نقاط بيمتيار في ايضا Stephanie الافيها البrian. اي نطلع الدول استيئ BUTنا حاول م retées ايقواليتي اف و و تأثيره مينور و اه الكلاسيفيكيشن اه اللي بعد كده اللي بعد كده الجنرال مانجر او ادني و دي يعمل الشركة اللي المطرد هتوسل رجس القدير للاعمال الخرصانية اللي في السابس الاشا tha اه اسمها علي lider سعود sweating bloodgie تعالى sablieri requiredness بتاع Soublierlle التي أنت برضو ونفس الexpectations بتاع Soublier Soublier البرنال العالمي نفس الexpectations طيب الفرصات. وآآ ميجور وربازة. طبعا انا ما عرفتش احضرت اسامي همال في العمال بتكون بس ما نتعارفش في مرحلة الانشييشن. بس ما اتعرفش من الاعمال اللي عيجو من مشاريع تانية او من الاعمال اللي عيجو من برد شركة او اا موقف الاعمال اللي هتشتغل في المشروع ده ايه? هل هتجي من برد الشركة او ايه؟ افس الشركة من مشاريع تانية او عمال في اجازة هيجيبوهم ويتخلصوا اجازتهم ويجيبوهم مع المشروع ده 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 حطت المشروع حيبك وطبعا عشان انا ما حطيتش اسامي متاعتهم 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 بونس ان البونس سيتم ربه بمعجلاه الامداد ويبور تأثيرا عماجور وانفلوانس ماجور وكذا اكون كل اللي انا حطيتهم في الستيك بوردر ريجيسر. هتمنى ان بي اكون خمس اناس بعد ازنا عدتك. لو لو في حاجة انا في انتهى الغرنط برضو هتمنى تعليق حضرتك على الستيك بوردر ريجيسر. ان دي اول مرة نعمل هاتصار. بس اصحاب المصلحة. برا تحاول تحط في قدر الامكان يعني اصحاب المصلحة اللي عندك. انت كنت عايز تزود الامالة. طبعا ده اعتبر صح وغلط نفس الوقت. صح ان انت مسلا ده معك بس في مرحلة البلاني فمش هتعرف اتدخله معك. وبعدين يعني مش فيه فايدة كبيرة جدا من تدخين الامالة معاك. انت اهمك مسلا المانجر الاستشياري مجموعة العمل او فاروق العمل اللي معك. والناس مسلا تسليم منك في والحاجات دي. اصحاب المصلحة المباشرين. انما الاعمال اعتبر صح المصلحة غير مباشر. هو بيأثر في الشغل بس. بالنسبة للتسليم المشروع. طبعا. بيزن لها الاستيكول بالاناليسز ماتريكس. طيب اعب 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 لبالك بس على الاناليسز ماتريكس. في حد من الزوم اللي عنده اسئلة في الريجيستر استيكول بالريجيستر. اعب 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 قوضر. انااليسز ماتريكس. انا الحاجة. عندنا في. الـ Identify Stakeholder الـ Inboard و Tools & Techniques الـ Output الـ Stakeholder Register الـ Output الـ Stakeholder Analysis الـ Tool & Technique المستخدمة الـ Stakeholder Identification الـ Process الـ Stakeholder Identification الـ Stakeholder Analysis Matrix عندنا هنا بنعرف اسم المشروع وديت اللي عندنا بالوثيقة دي وديت اللي عندنا بالوثيقة دي وديت اللي عندنا بالوثيقة دي وعندنا محورين محورين محور كحتي ومحور رأسي الـ Stakeholder تبعاً ليه قوة كل واحد ما كل واحد بالمفرور فيه Stakeholder قوي في مسلوقتي مش محتم وفيه Stakeholder قوي محتم وفيه Stakeholder محتم ومش قوي وفيه Stakeholder لا محتم ولا قوي يعني اهتمامه ميل وقوته قليلة وفيه Stakeholder اهتمامه كبير وقوته قليلة وفي اهتمامه كبير وقويته كبير. فاذا جينا بصينا. ازا جينا بصينا في الستيك هولدر الاريسيز ماتريكس. هتلاقي في الهاي باور والهاي سترينز. انا حطيت تلات اه تلات استيك هولدر. اول حاجة الاسبونسور الاسبونسور وبعده الاسبونسور وبعدهم البروجيكت مانجر. اه دولة هاي باور هاي انترست. اللو باور وهاي انترست. اه السيفل الانجينير والالكتروميكانيك انجينير والمان باور للمشروع. وي الاسبونسور. اشرا حيات رمزا حمود. اشرا حيات رمزا حمود. الماتريكس الستيك هولدر اناليسيز ماتريكس فيها محورين محور رأسي ومحور رقصي. محور الرقصي ده الباور. كل ما علينا كل ما الباور زاد وكل ما اردنا باور يقالي. الانترست الاهتمام على المحور الافقي. كل ما تحركنا يمينا الاهتمام بيزيد وكل ما اردنا من الصفر او يسارا الانترست بيقالي. فاحنا عندنا في ما كده. الستيك هولدرز بييجو في مكان من الارد اماكن اللي موجودين في الشاشة. المكان اللي فوق على اليمين ده هاي باور هاي انترست. موجوده عالية في المشروع واهتمامه عالي في المشروع. المربع اللي على يساره اللي هو فوق على الشمال ده هاي باور ولو انترست. يعني قوة عالية واهتمام قليل. اهتمام اقل من المربع. المربع اللي تحت على اليمين ده باور اقل وانترست عالي. قوة ليلة واهتمام كبير. المربع اللي تحت خالص على اليسار ده باور اقل وانتقل. يعني قوة واقل واهتمام اقل. لان عليه اه 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 انا شفت ان الكاستمر والسمنسر والدروجيك مانيجر دول هاي باور لو هاي انترست. يعني قوتهم عالية اه تأثيرهم عالي في المشروع واهتمامهم عالي بالمشروع. اه اللي في نفس الانترست بتاعهم ده سباور اقل دولت هيبقوا الاسطاف بتاع المشروع. سواء المهندسين جونافان ده الانجينير او ادورد الالتروميجانك انجينير او المان باور اللي شغالين في المشروع. دولت مهتمين اه لكن قوتهم عالي من الهاي مانيجمنت اللي هما في السبلايرز دولت انا شفت انهم قوتهم اقل والانترست بتاعهم اقل. على اساس انه ممكن دولت في الانيشيشن. احنا حاطين ان السبلاير هيبقى مثلا هيبقى خلان وخلان وخلان وخلان. ممكن يتغيروا بعد كده في البلانينج او في الاكسكيوينج. فانا شفت انهم الباور بتاعهم اقل قوتهم غريلة والقنارهم بمضلوق برضو. مش زي المستفر اللي شغال وبرضو مش زي المستفر اللي شغال وبرضو مش زي المستفر اللي شغال وبرضو مش زي المستفر اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. او ملاحظة لحضرتك على الاناليسيز مادريكس او كده بتاع غلط او كده بتاع غلط يعني حضرتك. حضرتك الاناليسيز مادريكس دي من وجهة نظرة من مدير المشروع. ودي من الملفات السرية جدا اللي بتظه في المشروع بتاعك. ممكن انت من وجهة نظرك ان فلان مثلا قوتك مش مهتم بالمشروع. هو ده مثلا اللي هيعطل المشروع. فدي وجهة اصلا تبب لها سرية معينة. وجهة نظر مدير المشروع. مش شرط تببها هي برفت واحدة. 100% يعني. بس هين وجهة نظر مدير المشروع. اوكي. واعظم الاحيان بتببه وجهة نظر اوحادية يعني مش شرط. بس دي اهم حاجة لوجهة نظر مدير المشروع. بتببه من الوساطة الشرقية الشركة. اشتركوا في القناة. السلام عليكم. با اعتذر ان نتفاصل عندي بس. ناسم. وزقت الستيك وولدر ماناجمنت استراتيجي. سلام عليكم. درس ان اتقصر عن الفرحة زيدي. الستيك وولدر ماناجمنت استراتيجي في اول حاجة البروجيك ديكانيشان او البروجيك تايتل والديت بيبير زي ما عطينا في الديتا مونتس اللي فاته. اركض ان اي هنجزينها كثيرين لاني موليفين وان هنجزين الاني موقع الاساسمي. الناس موقع الاني onto attack Zero. الاني مق нравится zero. المشروع لطريقة التعامل معه في المشروع. في عندنا اول المشروع لطريقة التعامل مع ميشفة و عملا. المشروع لطريقة التواصل و علم للوزن ميجرتين كفزينه. في وقته وليد او ده المشروع ثاني ستيك بودر دنيا العبيكان إبجوينس ميجور والإمباكت السيسيات ميجور الاستراتيجيز ترونجكت غريف داون فايسيز اللي هي يدفع المقدمة والمستخلصات الشهرية البروجيكت مانيجور ايماد فارس مانيجور الانفلوينس مانيجور والمباكت السيسيات مانيجور الستراتيجيز ايماد فارس عبدالله تحدث الستراتيجي بنا معليك أو فهمتها ايماد فارس الزيب الاستراتيجي بي انا حطيتها متطلباتكم دواحد المشروع مانيجور متطلباتكم دواحد المشروع متطلباتكم ستيك بودر بالاسف مش كتب يا حضرتك ما هي خطة ادارة منهم حديد ازاوة حاول اوفق املي معا عشان اوصل لنجاح المشروع اسمها خطة ادارة اسحاب المصلحة طيب ايه متعتبرش متطلباتك كنت واحد؟ يعني متعتبر بس يا حضرتك مثلا نزل في خطة دي ده وكل واحد ده مثلا احاول مثلا ازبط مع الادارة العليا بتاعته وحصل الكونفليكت معاه مثلا وهو مثلا الكواليت يحاول مثلا اكلم الموديل بتاعها وهي التطلبة بتاعها انا مش اكتب متطلباتك الواحدة انا عارف حضرتك عملتها بس للأسف هي الدروب الوحيدة اللي كان عندنا حضرتك اوكي لا حكيت ان شاء الله المرجع يعني ان شاء الله معنش تعدك خطط التعامل مع كل من دول كمان اوكي اذا كنا اقع الاسم شكرا حضرتك بسم السفا حضرتك على ركس شغل شغل واقع تدمو حضرتك واعتبر حضرتك طبعا المهندس بحجر وصلت لي شغلك كامل طبعا ده حضرتك بونس ان شاء الله شكرا 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 شعور فرق العمل طبعا كل فريق اعمل هعمل بإذن الله بوسط على الفيست. كل فريق اعمل طبعا حاجت باسمه اسماء الاعضاء اللي فيه قيبت باسمه بتفصيل عشان هعمل لهم جروب يضمهم هما يتنين بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. حاجاتكم اللي فريق اعمل حاجت داره اسمه معين. كل شغله بقالي اللي يبتعه. عشان بإذن الله ده معروف فريق كزا ومنافسة بالفريق اللي عمل كلها ان شاء الله. طبعا يا شباب. طبعا كل فريق اعمل حاجت باني لوجو خاص بيه. مثلا بيختار اسم الفريق ويبدأ له لوجو خاص بيه تعرف عليه كل شغل ان شاء الله. ان شاء الله. هي السؤال في محاضرة النهضة. يا سيد احمد خليل حضرتك بعد كله الشغل بس كان شغل غيرك وصلني كان غير كامل. هو وصل بس غيرك كامل. انا بقول مستخده هو الوحيد اللي عمل الشغل كامل. انا اعرف. قصدي الشغل كامل. مش قصدي. القصدي وصائف لاني مش يشغل كلها. انا بقول مخير ما انا بقول مخير. ايس ايسو الف محاضرة النهضة. انا بقول مخير يا شكرا. باذن الله انا عاوز هاشو كل شوف باذن الله يعني شغل من فرق العمل كويس ان شاء الله. لا يعني ان شاء الله. طبعا هعرف المحاضرة مع حضرتك الوقت ان شاء الله. وباذن الله هاشوف شغل من حياراتك مبضى ان شاء الله. طبعا الشغل اللي هيتطلب من الفرق هو شغل الوسائف الانيشييشن. الاني سين سوفا وراء مع ربها النهاردة. طبعا كده كل فريق اعمل خد فكرة عن الوسائف دي. طبعا هتزباط الشغل مع رعض بإذن الله بعد ما نخلص محاضرة خوش على جروب تاعة السكس سيدنا ان شاء الله وحنكتب كل واحد يكتب اسمه. طبعا عشان نضيفكم جروب العمل ان شاء الله. وكل فريق هيا خار اسم للجروب بتاع بإذن الله وليه وليه. وبإذن الله يعرف شهره في كله. والمحاضرة جاء بإذن الله. كل فريق اعمل هيا كون جاهز وسائق الانشاء الله. همان يا شباب? ولا في اي حد واحد منه اي نقطة? ان شاء الله هياكون في التصال ان شاء الله مع المحاضر. ان شاء الله والشغل بإذن الله انا عاوزي تبقى. الجروب اللي يكون دكا على كل فريق مش على قد الشغل بس يعني فيه حوارق يتحاول مع بعض. الافكار كل الافكار اللي عندهم يطلعوا على الجروب ان شاء الله. عاوزين تفاعل ان شاء الله. ان شاء الله. اي سؤال قد من المحاضرة سنعرض بإذن الله. اي سؤال قد من المحاضرة سنعرض بإذن الله. اي سؤال قد من المحاضرة سنعرض بإذن الله. مثلاً وتبقوا عليه هم التلاتة السيخ السجنة او التولز والهم هؤلاء اللي احنا نأخذ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وزاكن كل الخدس سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغرق وطويرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر